اشتركوا في القناة وقد كانت مسرحا لمواجهات عنيفة بين الحكومة والمعارضة الانقلابيون هاجموا مبنى الإذاعة الحكومية بدبابة وقتلنا منهم 12 شخصا واستسلم 40 وفي هذه الأثناء قال متحدث رئاسي أنه قد تم اعتقال قائد محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس مع عدد آخر من أعوانه مؤكدا أنهم سيمثلون جميعا أمام القضاء الأنباء الأولية تتحدث عن مواجهات جديدة مع الشرطة المعارضة أعلنت عن احتجاجات واسعة النطاق وفي ذات الوقت تنتظر العاصمة عودة الرئيس كورونسيسا لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر